اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح ينخذ فيها حتى تمام ساعة 7 و28 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر موجود في برج القوس اليوم طبعا التأثير على جميع الأبراج بنشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة ووسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح تكون عندنا زاوية تربيع سلبية بين القمر ونبتن وهي رح تكون في تمام الساعة 8 و14 دقيقة صباحا تجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وعطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 10 و41 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينش طبعا ومنشعر فيها بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والمريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و13 دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي حدث هي زاوية اقتران رح تكون بين القمر والشمس وهي برضو زاوية كسوف اللي ما حضر الحلقة أو ما بعرف ما رح نحكي عن تأثيرات الكسوف لأنه أنا عملت حلقة كاملة عن الكسوف هاي الرابط رح يطلع في أعلى صفحة على اليسار تقدر أنك تدوس عليه وتحضر الحلقة إذا ما سمعتها وتأثيراتها على جميع الأبراج طبعا هاي الاقتران رح يكون الساعة 4 أو 16 دقيقة مساء وهو بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة لما سوف يحدث لما سوف يحدث ما بعد الساعة هاي اللي هو بداية خلو المسار يعني في عنا كسوف وعنا خلو المسار مباشر وراه اللي هو ببدأ الساعة 4 و 16 دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم 15-12 حتى تمام الساعة 3 و 34 دقيقة صباحا طبعا عندما ينتقل القمر من برج لآخر وما بشكل أي زاوية إيجابية أو سلبية يصير عنا فترة اسمها خلو المسار خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك موليد جميع الأبراج دون استثناء في فترة خلو المسار في زاوية رح تصير زاوية بطيئة هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين الزهرة والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و 57 دقيقة مساءا عند حدوث هذا الاتصال بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما يسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما بتسهل إقناعهم وأن كانوا يفتقرون إلى المرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني أو الذوق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور والتجميل أشياء لإلها علاقة بالفنون بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار القمر والقمر الجديد 28 يوم في تمام الساعة 4 ودقيقتين صباحا بيصبح 29 يوم نسبة الإضاءة 0 أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 المزاج سعيد بنسبة 90% القمر في القوس حتى يوم 15-12 سعيد بنسبة 60% عطارد في القوس حتى يوم 20-12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 مزاجها سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجها سعيد بنسبة 15% المشتري في الجديد حتى يوم 19-12 مزاجها منتحس بنسبة 25% زحل في الجديد حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 15% أورانس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نيبتون في الحوت مزاجه سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجديد برضو مزاجه سعيد بنسبة 15% برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة دينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع ذلك خففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حاذر من المواقف المتصلبة ولا تكون مقاصي مع أحبائك ولا تهمل واجباتك برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة اتجنب الغضب والانفعال ولا تدع أحد يستفزك احمي سمعتك ولا تشوهها عليك خوض الامتحانات قبل الحصول على الجائزة ممكن أنك تتحامل على نفسك شوي لإجراء بعض الأمور المهمة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم كون واضح في أولوياتك ولا تدع أحد أن يثير انفعالاتك أو غضبك نظم مختك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما للمواعيد برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبترتفع المعنويات كون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم خلال هذا النهار بتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متانة وثقة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة بتكثر الضغوط والمتاعب هاي فتر التوتر على صعيد شخصي أو عائلي حاذر من الخلافات والمشاعر السلبية لأنها ممكن تنعكس أو تعاكس الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لإجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات بتعبر عن آراءك بحرية ورجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة هاي الفترة يعني فترة إيجابية وجيدة برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هي كونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد الأولويات والميزانية المالية خلال هذا اليوم ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تطالع على خبر أو تراقب خبر معين وبيكون بمثابة إشارة أو انطلاق جديدة فترة نشطة وحماسية بفضل القمر وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي يجب الانتباه بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة لا تبقى وحيد بل سارع للمشاركة انت بالفترة هاي بحاجة إلى النصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم إش إنك ما تهمل واجباتك وكون منظما ودقيق في نفس الوقت برج الحود يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة ممكن تغار على مصالحك أكثر خلال هذا اليوم وممكن تكون أسوأ أو أنجح أيام الشهر تأثيرات القمر ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهمش إنك ما تتذمر على مسامع أحد وحاول إنك تصبر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء